نسمع رأي عبدالقاوي بيه في الأول أنا من أشد المتحمسين لأن مشروع التوريس ده ضمان لشغلنا ومشارعنا ده أول أهم من كده ضمان لمستقبل البلد بعد تسيم السلطة بشكل آمن يعني البلد مش هتحس بأي تغيير أنا شايفة قبل ما نتفق على رأي في حاجة مهمة لازم نقوم بيها وإيه هي الحاجة المهمة دي حاجة وايبة إن إحنا نجس نبض الجمهور في مسألة التوريس من قيمت الناس هرأي حاجة وايبة؟ جايز كلامك ده صحيح لكن ما نقدرش ننكر عوامل الزمن وأظن اللي بيكتب في الجرايض أكبر دليل على إن في رأي عام لازم نحترمه طيب ده يؤكد إننا دينا الناس فرية وديموقراطية ما كانوش يحلاموا بيها وأنا موافق على كل الكلام اللي تقال بس عاوز أول حاجة لو واحد تاني مسك الحكم توقعوا إنه هيبعت يجيب رجالته ويمسكوا البلد ويقرفونا بقى في أشغالنا ومشارعنا كلام الدكتور صح مية في المية وبعدين حاجة وايبة مش في مثل بيقول اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفهش سياسة البلد دي ماشي على كده من أيام عبد الناصر يا جماعة أنا خايفة عن نظام لإن مصالحنا مرتبطة بيه ولازم نخاف على مصالحنا لإن في ناس كتير متربصين بينا ترجمة نانسي قنقر